السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم رح نشرح طريقة إنشاء حساب ديسكورد من الهاتف فلا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح الطريقة يا شباب جدا بسيطة كل عليكم تسوونها تحملون برنامج ديسكورد بعد كده رح يفتح معاكم بهذه الطريقة فمن هنا تضغطون على خيار ريجستر أو تسجيل أو الخيار فعندكم يا شباب خيارين للتسجيل الطريقة الأولى عن طريق رقم الهاتف فمن هنا تقدرون تضغطون على هذه الأيقونة وتختارون الدولة اللي انتم فيها وتسجلون رقم الجوال أما الطريقة الثانية رح تكون عن طريق الإيميل فأنا رح أستخدم الطريقة الثانية اللي هي عن طريق الإيميل تسجلوا الإيميل الخاص فيكم هنا فبعد ما تسجلوا الإيميل الخاص فيكم تضغطون على خيار نيكست فهنا يا شباب تسجلوا الاسم الخاص فيكم هذا الاسم رح يظهر للأشخاص الآخرين بعد ما تخلصون تضغطون نيكست وبعدها هنا رح يطلب منكم تسجيل اليوزر نيم هذا الاسم لازم يكون غير مستخدم فنفترض مثلا هذا الاسم الآن إذا طلع معاكم باللون الأخضر يعني الاسم متاح تقدرون تستخدمونا أما إذا طلع باللون الأحمر لازم تسجلون اسم آخر فهنا يا شباب الخيار الثاني تسجلون رمز السري الخاص فيكم يفضل أن يكون أرقام مع حروف كبيرة وحروف صغيرة بعدما تخلصون تضغطون على التالي أو نيكست فهنا رح يطلب منكم تسجلون تاريخ الميلاد لازم يكون تاريخ الميلاد أكثر من 13 سنة فنفترض يا شباب هذا التاريخ الآن بعد كده تضغطون إنشاء الحساب فهنا يا شباب رح يطلب عندكم هذه الملاحظة رح يطلب منكم تحلون اللغز تضغطون على خيار confirm فهنا يا شباب رح يطلب مننا أن يختار نفس الشكل الموجود في الصورة اللي فوق فهذا الشكل الآن بعد كده تضغطون على هذه الأيقونة بعد كده يا شباب هنا تضغطون صورة للحساب نفترض مثلا هذه الصورة الآن بعد كده نيكست فهنا يا شباب إذا خليته علامة صح موجودة على هذا الخيار رح يقدرون أصدقائك يضيفونك على الدسكورد عن طريق الإيميل أو عن طريق رقم جوالك فهذا تقدرون تشيلونا أو تخلونا الخيار اللي ناسبكم بعد كده تضغطون نيكست فكده الآن يا شباب تم إنشاء حساب الدسكورد بكل سهولة ولكن باقي خطوة بسيطة لازم تروحون على نفس الإيميل اللي سجلتوه رح تحصلون وصلتكم رسالة من دسكورد لازم تفعلون عن طريقة الحساب لأن الحساب الآن باقي ما تفعل فلو تلاحظون يا شباب وصلتنا هذه الرسالة الآن من دسكورد تضغطون على هذه الأيقونة وبعدين تضغطون متصفح فكده الآن يا شباب تم تفعيل الحساب تقدرون تستخدمونا بكل سهولة فهذه كانت طريقة بكل اختصار لا تنسونا دعمنا باللايك والاشتراك نشوفكم مقاطع ثانية مع السلامة